اتفاق عراقي إيراني وقع قبل أشهر تقول الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها أنها نفذته بالكامل ويتضمن الاتفاق منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات ورغم أن المعطيات على الأرض لم تتغير كثيرا ولم تعلن الجماعات المسلحة المناوية لإيران إخلاء مقراتها في إقليم كردستان العراق لكن بغداد أكدت أنها ستمنع وجود مسلحين يهددون أمن دول الجوار يعني من الثابت والبديهي أن كل دول الجوار العراقي تحاول أن تجعل من الأراضي العراقية سبب لأزماتها الداخلية سواء كانت هذه الدول أقول تتعامل في البعد الاقتصادي في البعد العسكري وعلى هذا الأساس أقول أننا تدرك الحكومة العراقية أن طبيعة أنشطت هذه التنظيمات الكردية سواء كانت الإيرانية أو التركية هي تتجاوز الحدود خاصة أنها مناطق وعرة ولا يمكن لا العراق ولا إيران ولا حتى تركيا أن تضبط هذه الحدود وتتخذ بعض الأحزاب الإيرانية المعارضة من إقليم كردستان العراق مسرحا لها ما يهدد بتحويل الإقليم إلى ساحة استهداف واسعة ويعيد إلى الأذهان مشاهد القصف الإيراني الذي طال مناطق في أربيل والسليمانية بداية العام الحالي وفق محللين إقليم كردستان سيكون ساحة لأي تطور في موضوع التهديدات الإيرانية بالنسبة للجماعات الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان باعتبار أن تواجد هذه الجماعات أو الحزاب مقراتها حتى عوائلها ومجمعاتها السكنية موجودة ضمن حدود إقليم كردستان لذا في حال عدم قدرة الحكومة الاتحادية في تنفيذ هذا الإجراء أو هذا الاتفاق التي تم مع الجانب الإيراني فإن التطورات كلها ستكون ضمن حدود إقليم كردستان ساء خلال الاستهداف أو التهديدات الأمنية أو العسكرية ومن بين الأحزاب الإيرانية المسلحة المعارضة التي تحتفظ بوجود في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وجماعة الدعوة والإصلاح وحزب الحرية الكردستاني باك وحزب الحياة الحرة الكردستاني بشاق وحزب خبات وكوملا تحت مضلة عدم الإضرار بالجيران وحفظ أمني وسلامة الحدود المشتركة أبرم العراق اتفاقا مع إيران يلزمه بإبعاد المسلحين الإيرانيين عن أراضيه خشية تعاظم نفوذهم ويعرض مناطق انتشارهم لهجمات إيرانية طال الجميع ويهدد سلامة وسيادة العراق سرمد القاص الحرة بغداد